السلام عليكم ورحمة الله جئت في هذا المقطع غير كيف نفكر أنت وأنا وإياك سوف نعيش في المغرب وإلى حلتي الدستور في هذه المملكة ستجد قارث تعيش في دولة إسلامية والذي كانت تبقى فيها الشرع سيد ربي وكانت تبقى المذهب للإمام مالك وما شخص الذي يحلم شيء يحلم أنه صباحه وعينيه ويأتي ويزيدنا في القانون وأي شخص عنده أفكار علما جئة ويأمن بها ويأتي الكلام سيد ربي غير الخوى الخوي تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وكان لباس عليه كيف يقول يجمع قلعه ويعيش في كندا لماذا مزحم عنا مازال هنا؟ لماذا؟ أما بشي يبقى عندنا هنا ويتبقى علينا ذلك الشيء الذي يحلم به ره ما يمكن بغيت وتحيد وتجريهم على السكر العلاني وبنادم يمشي ويسكرم عرص وقرام بهذه المشكلة المكين ويأتي ويتمشى في زنقة وهو وقع ما فيه ويبقى يسيب وينوض جرا من عاس ويضرب الناس ويقريسيهم من حقوق وبغيت تحيد وتجريهم على الفصل 490 حتى هو وهو بغاه وهي بغاهة ويزنيهم عريصهم ومشغلهم هداك حرية شخصية حرية جنسية فين وديها دين بنا فين والقيرت حتى هو اللي فيه نصوص شرعية تابطة تدخلته فيه حتى هو وبغيت تدره للذكري مثل حظ الأنذة وعش أنتم مدع كتفهم وكتر من صدر رب اللي خلقناه وهذا الشيء كامل ومكفكهم وبغيت تدخله حتى في الزواج وبغيت تبقى وتزوجه في عباد الله بعدلتين جميلتين تكتبان عقد الزواج ياك ومازالك تقولوا لا تأتيكم غريبة بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا فطوبة للغرباء وهذا الشيء قلتك تخرج لي طي طي والله ما بقيتك تحشم بالله وهذا بغادي نرجع العكل ما الذي خرجت من فمك هذا الشيء يقول لك يبقى لك غير هضراحة ياك ستكتبوا شهادتهم ويسألون هذا الشيء الذي خرجته من فمك تكتب وماذا سيتموت وكل شيء سيتموت وسيتوقف قدام الله عز وجل سيسولك على هذه الكلمة وهنا سنقول لك فأعد للسؤال جوابا جوابا يقدر تبقى لك ما عادي يورا ما قلتش غاشي حاجة ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم والرسول صلى الله عليه وسلم كيقول وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من صخط الله لا يلقي لها بالا عادي وادك الله دران خوياه تجيع عادي جدا وما كتسوقش لها لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم يعني بالعربية عربت كتشيع في جهنم وجهنم وغير باش نفكرك رهل انت ولا انا ولا اي صعصع في هذا العالم هذا يقدر عليها واخر حاجة سنقول لك والله لخلنا لكم طموبيلات والهلات والفلوس والدولار والأورو وولدكم حتى هم ادخلهم الأحسن بسطة قيمين لخلنا لكم دنيا وبالليفيا وبالزنا ديالها كاملة دعوا لنا غير ديننا الحملكم الوالدي دعوا لنا غير هذا الدين هذا الذي طمعين من صدر ربي يغفر لنا بالذنوب ديالنا ويكون نسباب لك يدخلنا به للجنة ونزدك سوف يضربح تاتعية وسوف يتحفر وسوف يتنبش وسوف يدرع صفر ويضع هذا الدين الذي هو الإسلام وفي الأخير والله ما سوف يدخل منها اه هذا ما الذي تدخل فيه انت هذا سبقك له ناس قوام النكر وسبقك له حضارات القوة التي كانت عندهم تخلع وماتوا ومشاوا ويكون الإسلام سوف يكمل طريقه هذا الشعر سوف يقول لك اه ارخف على رأسك سيد ربي رأى موتموا نوره ووخرك روحنا كامل في هذا الكون وكما تزيك في الأول الذي لا بأس عليه ويريد أن يعيش لحياة الدنيا ووخي لحياة الدنيا غير متاعه وغرور يجمع شوكش ويمشي يعيش في كندا أو في أمريكان سهلا مهلا أما احنا رغدين بقوم مسلمين إلى أن يرف الله الأرض ومن عليها والسلام عليكم ورحمة الله